إلى ملف جديد حيث توصل علماء بجامعة روتشستر الأمريكية لاكتشاف مادة موصلة بخصائص تجعلها مثالية لكثير من التطبيقات في حياتنا العملية وأطلق على مادة الموصل الخارق الجديد اسم المادة الحمراء بسبب اللون الذي تكتسيه عند تعرضها للحرارة والضغط يتمثل الخرق العلمي بأن الموصل الخارق الجديد لا يحتاج لتبريد أو ضغط كبير كما حدث في تجارب سابقة بل يعمل في درجة حرارة الغرفة وضغط أقل تتكون مادة هذه المادة الحمراء من خلط الهيدروجين والنيتروجين ومعدن نادر اسمه لتيتيوم بعد الاستغناء عن الكبريت والكربون في صناعته تتميز هذه المادة الحمراء بأنها تنقل الطاقة الكهربائية من دون خسارة ولا ارتفاع في درجة حرارتها كما أن العلماء يتوقعون أنه يمكن إنتاجها على مستوى تجاري ستنعكس تأثيراتها على الكثير من مناح الحياة كإطالة أعمال البطاريات وزيادة إنتاج الكهرباء وخفض الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة كالهواتف والحواسيب وستساعد هذه المواصلات على مكافحة تغير المناخ لأنها أكثر كفاءة في خزن طاقة الشبس والرياح ونقلها ما يؤدي لخفض انبعاثات الكربون وعلاوة على ذلك يرى العلماء إمكانية استخدام المادة الحمراء في المفاعلات النووية لأنها تولد المجال المغناطيسي اللازم لذلك في درجة حرارة الغرفة ما يعني عدم الحاجة لأجهزة تبريد ضخمة هذا المبدأ يجعل المادة الحمراء مثالية للاستخدام في أجهزة التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي بسبب مجالها المغناطيسي الهائل عدم الحاجة للتبريد بالهيليوم كما هو معمول به الآن إذن ينضم إلينا عبر سكاب من نيويورك الخبير في شؤون التكنولوجية أوزا سلطان أهلا ومرحبا بك أوزا سلطان ما أهمية هذا الاختراق العلمي إذا صح التعبير كما تم وصفه هذا مهم نسبيا لأنه حتى الفترة الأخيرة عندما كنا ننظر على مواد الموصلات الخارقة التي تخفض الحقاء الحرارة أو تزيد مدة التشغيل ما نتعامل معه حاليا هو شيء بارد جدا بمعنى علينا أن نحتفظ به بدرجة حرارة ناقص 200 أو ناقص 300 وبالتالي هذا لم يكن عمليا والتكنولوجيا لم تكن تجارية ولكن هناك ثلاثة أشياء تمت أولا تخفيض مقدار الخسارة عند نقل الطاقة وبالتالي عندما ترين هذه الخطوط ذات التوتر العالي خارج المدن ربما على ارتفاع 80 أو 100 قدم هذه تنقل الطاقة بمعدل 70 ألف فولت أو أكثر وهذه يجب أن نخفضها إلى أن تصل إلى الفولت المعتاد في المنازل 120 أو 240 وهناك فقدان للطاقة في كل خطوة والتي ترسل لو كنت ترسلين شيئا مثل ميجا وات ربما تحصلين على ثلاثة أرباع الميجا وات في آخر الخط إذا كانت المسافة بعيدة وتأثير هنا هام جدا لو فكرنا في مقدار الطاقة المستهلكة عبر الجي سي سي وكذلك تطوير نيوم في السعودية ومدن أخرى كبيرة فهذا سيغير عملية البنية التحتية للنقل ويمكن أن يحدث هذا التخزين عملية التخزين ووضع بطاريات في الشبكة التي لا تتطلب أشباه مواصلات غالية جدا وثالثا يمكن لهذا أن يكون له تأثير كبير من ناحية كل شيء من وضع خطوط الطاقة تحت الطرق وتغيير تكنولوجيا البطاريات المستخدمة فيها السيارات الكهربائية إلى أجهزة محمولة ويمكن أن يخفض هذا التكلفة وهذه فرصة هامة إذن هي كما جئت على ذكر الكثير من النقاط التي لها علاقة بالبعد التكنولوجي بالبعد الاقتصادي بغيرها بالطاقة واستهلاكها ولكن حتى هداك أهمية له على مستوى المناخ كيف ذلك لو فكرت في حقيقة أن الشبكة الكهربائية على الصعيد الدولي مثلا الولايات المتحدة ودول الخليج ربما نفقد ميجا واتس في السنة واحتمال مرة أخرى يجب أن نرى هذه المسألة في حالة التطبيق ولكن هناك احتمال أن فقدان نقل الطاقة يمكن أن يكون كبيرا على مستوى البلد مئات الكيلو واط إن لم يكن الألاف هذا يعني أنه يجب تعويض هذه الطاقة عن طريق توليد إضافي وهذا قد يكون خليط من الوقود الأحفوري مع الطاقة الشمسية والطاقة المائية وبالتالي هذا سيكون أكثر فعالية ويمكن تخفيض كمية الوقود الأحفوري التي نستخدمها في توليد الطاقة والأهم من هذا يمكن أن ننشر تكنولوجيات أحدث وأكثر إخضرارا ويمكن أن تضيف طاقة إلى الشبكة بدون فقدان أي شيء متى يمكن برأيك أن تكون مثل هكذا أبحاث قيد بالفعل التطبيق والتنفيذ وأن لا يتم الحديث عن بلغة المستقبل سوف تكون سوف تصبح ومتى يمكن أن تصل إلى مستوى التجاري هناك تكنولوجيات مشابهة تأتي من MIT التي تستخدم بطاريات الحديد وهناك بحوث تجري هذا العام وربما الأمر يتطلب ثلاث سنوات قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا تجارية أيضا يجب اختبار هذه الأنظمة الجديدة أنظمة النقل وأنظمة بطاريات السيارات ربما من عامين إلى خمسة قبل أن يتم نشر هذه الأشياء بفعالية هناك كثير من الإعمار في دول الخليج وهناك فرصة لتخفيض التكلفة والتحول إلى أنظمة خضراء وأيضا شبكات خضراء وهذا يقلل من استغلال أو استهلاك هذه الطاقة ويقلل التكلفة ويحسن التوصيل شكرا لك وتأكد من أننا مستمرون في تزويد الطاقة وصلت الفكرة من نيويورك الخبير في أشؤون التكنولوجيا سيد داوت سلطان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة